هي ساتر عليه هو أخوكي دا دايما وقف لكم زي اللقمة في الزر يا بنتي دا لولا شخصية مراده قوية كان خليه هو كمان تحت طوع ومشى على كيفه بس مراد كان بيدرب بكلامه في الحطة وما بيهتمش لأي مخلوق هي بختها هي مين دي ها؟ أقصد رغتز يعني مراد ما تخلاش عنها أبدا هي بختها فعلا أي واحدة فينا كانت تتمنى يحصل معها النفس اللي أعمل مراده علشانها أنا عارفة أنك زعلانة عشان بابا سابك وتخلى عنك أنا كمان مش شايفة مبرر أنه هو يبعد عنك بس في النهاية دا أبويا مش هقدر حتى نعده ومين اللي قالك أني عايزاك اتعد بعز هو لنا زعلانة منه فريدة اللي حصل دا مكتوب لينا ومحدش بيهرب من قدره وعلشان خطر بلاش نتكلم في الحكاية دي تاني ما عرفتش مين اللي هجمك يا باشا؟ هو بلغت عنه ولا لا؟ لا ما عرفتش والشامي عنده خبر بالموضوع طب العائل اللي أبض عليهم دول اعترفوا مين اللي وراهم؟ هو أنا ليه حاسس إن أنا في تحقيق؟ اعتبروا كده ولو سمحت جاوب علي ما تسبنش حيرانه الآن بالمنظر دا إيه دا يا عماد أنا كويس؟ وبعد إن هو أنت نسيت إن كنت زابط ولا إيه؟ يعني قدرت عامل مع المواقف اللي زي دي؟ عارف طبعا ومنستش بس دا ما يمنعش إن أخاف عليك يوه بقولك إيه؟ ما تتجوز وتحل عني بقى؟ مش أنت قلت إن في بنتي بتحبها؟ لا أما أنا مستنى أفرح بيك الأول لا والله يبقى شكلك كده مش هتتجوز أبدا مراد باشا في جماعة بيسألوا عن حضرتك دا يا ترى مين دول؟ طب خليهم يدخلوا يلا إزاي حضرتك يا مراد باشا؟ أنا المقدم حتم رؤوف والرأة أحمد الدرديري هأمن وطني أهلا بحضرتكم طيب ممكن نتكلم معاك على انفرد؟ آه أكيد أكيد عماد فهمت طبعا رحت خرجت وقفلت الباب ورايا اتفضلوا عضو خير يا بشوات في حاجة؟ إحنا عرفنا إن في أشخاص مجهولين هجموك وأطلق عليك النار أثناء وجودك في الشارع ونتج عن كده متوحد منهم بسبب إصابة فرازك من مسدسك وواحد للسعيش وحضراتكم عرفتم منين؟ أنا مقدمتش أي بلاغ رسمي إحنا وصلنا الخبر من مباحث اسم الشرطة واللي عرفنا بعد كده إن واحدة اسمها فريدة عز الدين هي اللي تقدمت بالبلاغ نعم مين اللي بلاغت؟ بابا ممكن أتكلم معاك شوية؟ تعالي يا حبيبتي خير يا فريدة محتاجة فلوس؟ لا يا بابا تسلمني كنت عايزة أتكلم وياك بخصوص نيرو ليه؟ مالها عشان أنا حاسة أني في حلقة مفقودة في الحوار والحلقة دي عندك أنت يا بابا مفيش حلقات يا فريدة والموضوع دفت عليه سنين كتير قوي والكلام فيه معاك شلوه أي لزوم ولا حتى ينفع نتكلم فيه عن أساسه أمور رضا قال لك كلام يحرجك صح؟ وكمان هو اللي خليك تمنعني من الشغل لا أنا اللي خليتك مش هو وبعدين أنت إيه اللي فكرك بالحكاية دي؟ أصلي نيرا زعلانة منك أول زعلانة؟ زعلانة ليه؟ علشان أنت منعتني حتى أشوفها بس أنا ما منعتكيش يا فريدة أنا قلت لك ما تروحش الشغل مش ما تروحش تشوفيها هي فهمت إنك عملت كده؟ علشان مش عايز نحتك بيها ولا أعرفها تاني لا طبعا بس أنا مش عايز مشاكل ها أيوة مشاكل إيه دي؟ هو مرادة هددك؟ يا دي مراد يا بنت قلتلك لأ أنت مش عايزة تصدق ليه؟ طب أنت سبت نيرا ليه؟ مع أنك بتحبها وما تقوليش عشان تيتا زي ما رحت وفهمتها فريدة أنت إزاي تتكلمي مع بوكي بالطريقة دي؟ علشان حاسة إنك شايل في قلبك ومش عايز تتكلم ولا حتى تفهمني حصل إيه ما حصلش هو إياك تتكلمي معي في الموضوع ده تاني سامعة؟ اتفضل يلا على قدتك الوقت تتأخر خلصت المجموعة بتاعتي ونزلت أنا ونيرمين ومجموعة من الطلاب اللي معنا ولقيت مراد واقف لقدام البابنا تحت وشكله عامل زي الزئب اللي مستني الفرسة بتاعته وهينقض عليها هو أول ما شفته كده ترعبته قطلع تجري هتلع يجري ورايا إيه ده؟ إيه ده إيه اللي بيحصل ده؟ إلحقوني يا ناس حد يوقف التوري اللي ورايا ده يعني هتروح مني فين؟ لو بقي على عمرك وقفي طب والله لو عملت إيه ما أنا وقفة إن شاء الله حتى روح على بيتي جاري ماشي أنت اللي اختارت يا فريدة هو قال لي كده ومرة واحدة زادت سرعته وسابقني ولقيت الواف قدامي ووقفني يا لهوي إنت هتعمل فيي إيه؟ سبني في حالة واحد سيدك اللي بلوبي بس بقى دلوقتي خايفة أمال ما خفتش ليه وإنت رايح هتبلغ عن اللي حصل أنا هفهمك اسمع عن إنت بس مش عايز أفهم هو قال لي كده ولقيته قرم مني ومسكني من دراعي إنت إزاي بتمسكني كده؟ هقبعد إيدك عني ما ينفعش اللي إنت بتعمله ده إحنا في الشارع هقلت له كده ولا كأنه تكلمت معاه وهو ولا سمعني رح شدني ناحيته وقربني منه أكتر إنت تجننت؟ ابعد عني إنت مني اللي سمح لك تروحي وتبلغ عن اللي حصل؟ حد قال لي كن أنا عيل صغير وبرضع في الببرون عشان تقدمي بلغ عني بسبب كنتي سمعتها تبقى في الأسفل تعندي في الجهاز هيقوله شوفوا سيادة الرائد مراضي الحديدي اللي كان بوقف أخطر المجرمين على شنابه دلوقتي محتاج حراسة أمنية عشان يعرف يتحرك في الشارع براحته لأنه خايف على حياته وكل ده بسببك هقل لي كده وهو لسه ما سكني من إيدي مراض هقلت له كده وما ردش علي وفض البصصلي في عيني وصرحاني فريدة هأنت كويسة لحبيبتي؟ هو فيه أستاذ مالك بفريدة وهو مش حضرتك مراضي الحديدي صاحب شركاتي الحديدي لإنشاءات هي إيه ده؟ بجد؟ فرصة سعيدة بجد إن شفتك أنا كنت سامع إن حضرتك عاوز موظفين في الشركة وكنت عايز أقدم يا طار هلاقي مكان؟ هي إيه ده؟ هو فيه إيه؟ ده أنا اللي إلالك أصلا على فكرة يا أستاذ مراض مش هتلاقي أنسب مني في الوظيفة دي أنسب؟ أنسب إيه؟ ده أنت سقطة لغات تنييلي جرأ إيه؟ جرأ إيه المصلحة جاي أنت وهو؟ جاي أنت في الضخناء ولا تستغله الفرصة؟ هو بعد كده مراض سابنا وراح ركب عربيته ومشي بنتي يا فريدة هو إيه اللي جاب مراض بي عندك؟ وكان بيجر وراقي ليه؟ بس طلها بقرف وما ردتش عليها سداني الورق موجود بس هو مش معايا لكن هو تحت إيدي وفقرأ فرصة هجيبه عشان تسلموني فلوسي وتاخدونت ورقكم اسمع بقى شغل اللوع بتاعك ده ما يمشيش معانا خلال أسبوع لو الورق ما ظهرش اعتبر نفسك من الأموات ومش أنت بس لأ ابن عمك مراضي الحديدي كمان معاك لأن احنا عرفنا أن هو كان زابط مخابرات يعني ممكن اختفاء الورق للمدة الطويلة دي كلها بيكون وراح حاجة إحنا ما نعرفهاش فالأحسن قبل أسبوع تجي أنت أو هو وتسلمونا المستندات وتاخدوا فلوسكم ويا دار ما دخلك شر طب وبعادي هعمل إيه دلوقتي النزي ما بتهزرش اللي بتقوله بتنفزه هنا لازم ألاقي حل أخد بها الورق ده بأي طريقة هو أطلع نفس من المصيبة دي بمراض كنت فين لغاية دلوقتي وما أنت إيه اللي مسحكي في الوقت المتأخر ده هدى الساعة دخل على تلاتة موه أنا أكيد مش هيجي لي نم وانت برا البيت طيب يلا روح نامي كيف هيكي صار لغاية دلوقتي نييرة طلعت على قضتها وانا طلعت على قضة ذكريتي قاعدت على السرير ومسكت سورة رغط وحشتيني يا رغط يا ريتك يا ريتك معايا دلوقتي وبعد كده حطت سورة رغط مكانها وافتكرت اللي حصل بيني وبين فريدة النهاردة وغمت عيني وروحت في النوم اللي أقبت هزري مراد راحلك وكمان جري وراكي هدى لففني قدامه الشارع كله بس ابني الإيه جابني في الآخر تقوليش مركب ما تور في رجله يخرب بيت فقرك يا فريدة وانت إيه اللي خلاك تعملي كده من غير حتى ما تقولي له أنا عملت اللي يمل علي ضامري يا أختي وبعدين ده ركبني تاكسي وقال لي امشي فأنا خفت يكون بيوزعني ومش هيبلغ باللي حصل لا زكية زكية وبتعرف تفقاري ومرة واحدة لقينا مراد واقف عند الباب قرب منينا ولقيته بيبصلي وانا بقت بحاول اتهرب من نظراته اتكلمي في جماعة من جهاز المخابرات عايزين يحققوا معاك ايه؟ عايزين يحققوا معايا أنا ليه؟ أصلهم شكيني انك وراء اللي حصل نعم يعني شكين في مين؟ وانا مالي حد قالت تتصرفي من دماغك بقيت وقفة وتصمرت في مكاني من الخوف مراد هو اللي انت بتقوله ده بجد؟ أمال يعني هكدب يلا عشان مستنيين طب هم هياخدوني على فين؟ على مقر المخابرات العامة طبعا واحتمال كبير تتحولي على أمن الدولة هللي يا أخوي ان شاء الله كنت مشغبة ولا بعمل مظاهرات ضد الحكومة؟ شش بلاش تجيب لنفسك تهمة تانية كيف هي اللي انت هتشوفيه؟ خلت أبين له مرر طافح سبتهم وخرجته هم خرجوا ورايا أول ما خرجت لقيت اتنين رجالة وقفين شكلهم مرعب اتصمرت في مكاني ايه مالك؟ وقفت ليه؟ خليك شجعة زي ما رحت وبلغتي بصيتك بغز وبعد كده سبتهم ومشيت مع الاتنين الرجالة اللي وقفين مراد هو انت هتسفها ريدها لوحدها؟ زي ما رحت للمباحث لوحدها ايوة يا مراد بس برضو احنا ما يفعش نسبها دي مهما كانت بنت هو ممكن يتعاملوا معاها وحش هارجوك روح وراها يا امان اللي هروح تروح فين يا نيرا؟ بلاش جنان طب علشان يخليك معاها قوليلي انت كنت بتعملي ايه مع مراد أسنو قول الحادثة؟ انا بيت قاعدة مرعوبة وعمل بص على قضة التحقيقات اللي انا قاعدة فيها ومش منتبهها وبيقول ايه ومرة واحدة لقيته بزعق وبيقول لي هو انا مش بسألك جاوبي هجاوب هجاوب والله بس على ايه؟ كنت بتعملي ايه في الشارع مع مراد وانت ملك اصلا انت مين عشان تسألني بعمل ايه او لا؟ هي الحكومة منعت الناس تتمشى في الشارع؟ هلزم حدودك هي مين دي اللي تلزم حدودها يا جداعينتا؟ وانت ازاي تزعقلي بالطريقة دي؟ هو بعد كده مراد وصل هيه الاخبار يا جماعة تعال يا حديدي تعال وشوفي الاناسة بتعملي ايه؟ بصت على فريدة من ورا اللوح الازاز وبيت متابعها انت تهبلت يا بيت انت ولا ايه؟ بيت؟ انت بتقول لنا يا بيت؟ هو انت متعرفش جدي يبقى مين؟ ده كان اكبر لواء جوية فيك يا مصر بتقولي ايه؟ جدك كان لواء؟ طبعا والكل كان بيحكي ويدحكى عنه واسموه يا فندم جدك وكان بيشتغل فيه؟ سلم العربي وكان ماسك فرع المقطم مقطم؟ مقطم ايه ده؟ ايه المقطم؟ ما تعرفش جبل المقطم؟ كان بيعمل ايه ناك سيادتي؟ كان بطير طيارات للعيل هناك عشان هو كان احسن واحد بيعرف يطير طيارات الورق والله ده انا اللي هطير راسك ودلوقتي هي قالت كده وتامين بواقفه عن ما الادحك عليها وانا واقفه مش طيقها بسبب اسلبها وليتها بتشاور بصبعها وبتقوله بقولك ايه؟ انا مواطنة مصرية وليه حقوق صمئنك ازاي قاعد معي هنا في قضا مقفولة ومن غير محرم انت مش عارف ان ده شرعا لاي يجوز؟ ده ايه الهباب اللي انت بتقولي ده؟ هو انا جاي يخطبك عشان تقولي لي محرم يوباقى اتنايل ويلا خرجني من هنا عشان ابويا لو عرف اني اتأخرت عليها يزعقلي لا 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 انا بجد مش مصدق ده ايه البيت دي؟ انت فاكرة نفسك في ملاهي ولا في رحلة مع صحابك؟ يخرب بيت برودك يا شيخة قلت لها كده وبعد كده ستاة وخرجت قبل ما يجي لي جلطة في دماغي ولا زبحة صدرية حد بسبب برودها مرود؟ ازايك يا جدع؟ ده ايه عطل اللي حصل فيك ده؟ البت هزيتك خلص يا جدع دي كانت هتشليني يا جدع العيزة محرم قال عمالين يتكلموا عليها والكل عمال يتحك مش عارف انا ليه ساعتها الدايئة قوي وبيتحسس بالنار بتمشي في جسمي من غير ما اخد بالي لقيت نفسي بزعق فيهم وبقولهم ما خلاص انت وهو قعدين تتمسخروا عليها بالطريقة دي وقدامي كل حاجة بقته تغضوها بدحك وهزار وقرف الكل سكت وبص لمرد وما مستغربين من موقفه ومش عارفين هو متعصب قوي كده ليه والحد هنا بدكن خلصت حلقتنا يا تارى مراد بدأ يحس بحاجة نحية فريدة ولا لسه وعايز اعرف رأيكم في شخصية فريدة استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلوكم اشعار لكل قصة جديدة ترجمة نانسي قنقر